مرحباً أهلاً بك سنأخذ ربما في عدة نقاط تحسبة لموسم الاستياف وهناك تداخل في مهام حماية المدنية ربكم في عنكم في هذا الموسم الحار بدايةً نبدأ مع المصطفين لما تبعنا قبل قليل وأنت تحاضر معايا حوال الطقس شهدنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة فلذلك لابد أن يكون هناك مخطط وقائي تحسباً لموسم الاستياف وحمايةً للمصطفين صحيح مخطط وقائي ويجب أن يكون هناك برنامج كبير وبرنامج تاري ومتنوع لاستهداف عدة فئات من المجتمع وشرائح المجتمع للوصول لترسيخ ثقافة الوقاية خاصة أن تعرف أنه مع المؤشر ارتفاع درجة الحرارة حتى منح يكون إقبال كبير على الشواطئ صحيح نسيما نحن نعوّل أن تكون هناك إقبال على الشواطئ المسموحة لسباحة ولا يكون على مستوى الشواطئ الممنوع للسباحة أو السباحة في أماكن أخرى على غير المسطحات المائية كالبيرة كالأخضاء المائية كذلك والسدود يعني كل المؤشرات كانت توحي أن يجب أن يكون هناك برنامج كبير جداً ويجب أن يكون هادف هادف وحتى أن الرجوع المعلومة يجب أن تكون بصراحة تقييم تقييم من مرحلة إلى مرحلة ومن فئة إلى فئة التي تم استهدافها ميدانياً في العملية التحسيسية سواء التي كانت مع الوسط المدرسي قبل الخروج في عطلة أو التي حالياً تقام عبر المساجد لتوجه رسالة لأولي العائلة أو في إطار العمل الجواري مماشرة في عمل التحسيسي بطريق اختيار اللغة والخطاب خطاب في اختيار المكان والزمن مهم جداً المؤشرات هي أن هناك وعي أن هناك وعي والعام الخاص يعرف ما هي الخطورة وما هي ما يجب القيام عليه خاصة في موقع الشهوة الممنوع للسباحة حالة البحر الرايا خضراء الرايا بورتقالية الرايا حمراء خطورة السباحة في المسطحات المائية ما هي الخصوصية لماذا هناك حالة وفاية في الميدان هناك رجوع إيجابي من ناحية العمل لكن ميدانياً للأسف أو عملياً للأسف قرأنا قراءة للأرقام نوعاً ما الأمر مقلق نوعاً ما خاصة كان عندنا شهر جوان هذا حتى الآن وننتكلم عندنا 22 ضحية متوفية في البحر تكن وعلى الوفاية 30 ضحية متوفية في البحر جهاز حراش الشوط والاستجمام إلى غاية صباحة اليوم قام بـ 4800 دخل ما سمح بإنقاذ 2868 شخص من الغرق وتقديم الإسعافة الأولية لـ 1260 شخص يعني بالمعدل اللي شفونا معدل شهر جوان مقارنة بالسنة الماضية هناك ارتفاع نسبي من حيث العدد التدخول أو المنقذي أو حتى الوفاية لأن السنة الماضية كانت عندنا 23 حالة وفاة في شهر جوان هذه السنة يعني العدد ارتفع نوعاً ما خاصة الشواطئ الممنوعة لـ السباحة اللي يرانا فيها حالياً 18 حالة وفاة وأكثرها الوفاية غرقاً خارج أوقات الحراسة سواء خاصة في الصباح الباكر بين السادسة صباحاً إلى حدود ساعة 8-8.5 مصابحاً حتى قراءة للغة الإحصائية أكثر من شباب ومرهقين ومن مليات الداخلية هذا ما يفسر إقبال مبكر ما يفسر أنه لا نعرف حالة البحر خاصة لما تكون البحر هائج أو في حالة تانية خاصة طيارات المائية أو خصوصيات تخص بالبحر هذا ما نسعى الآن في هذه الحاملة التحسيسية لا فقط أن نخاطب الناس أن توجهوا لشاوة المسمحة لسباحة ولا تتوجهوا لشاوة المسمحة لسباحة يجب أن دهب إلى بعض التفاصيل أدق حتى نفطن الناس بخطورة البحر الناس اللي لا تعرفش البحر خاصة في المناطق الداخلية أو الناس الذين يحسنون السباحة ضف إلى ذلك فيما يخص التوعية والتحسيس على مستوى المسطحات المائية للأسف أن نشاهد العام الخاص يشاهد عبر مواقع التواصل اجتماعي هذه الضهيرة حتى في نسبة ضربات الشمس للارتفاع في درجة الحرارة لا نسى أيضا ضربات الشمس ضربات الشمس كذلك مهم جدا هذا الموضوع اللي بدنا فيه عملية تحسيسية خاصة أواخر الشهر ماي وبداية شهر جوان لما بدنا نسجل يعني إقبال أو ارتفاع في درجة الحرارة وتواصل موجات الحر خاصة على مستوى المناطق الشمالية الداخلية وحتى الصحراء في الجنوب هذا التواصل هذا المستمر لموجات الحرارة هذه هي المؤشرات السنبية خاصة لما يكون عندنا ارتفاع في عدد الضحايا في عدد المصابين خاصة بضربات الشمس لكل فئة المجتمع من الصغار شباب وحتى كبار في السن وبالخصوص أشخاص المصابين بالأمراض المزمنة طبعا لا يكون هناك المبالات أو لا يكون هناك النسيان ولا يكون هناك التغور خاصة أنه في لحظات الماء أو في دقائق معدودات ممكن الشخص أن يصل بمضاعفات صحية ضربة شمس إغماء وحتى حالة وفيات حدالي خاصة الأشخاص المصابين لأمراض المزمنة الضغط لبرتولوجي الضغط دموي ولمصابين لأمراض القلب وكذلك السكري وما شبه ذلك لأنه ما عندهم خصوصيات نوعا يجب أن يكون هناك القيام بتدابير خاصة تفادي الخروج تفادي أشياء الشمس تفادي الخروج في أوقات الدروة وبالخصوص تناول أدوية في الوقت والإكتار من السوائل خاصة الماء وليس الغازية أو العصير طبعا سأعود لك سيد برناوي فاصل فقط قصير ونعود لمواصلة هذا النقاش لأنه في عدد النقاط التي يجب حديث فيها خاصة ما يتعلق بحماية الغابات والمحاصر الزراعية من الحرائق ما هي الاستراتيجية المعدة من طرف مصالح الحماية المدنية ضيفي الكريم الرائد ناسيب برناوي سيد برناوي ربما سنوات الأخيرة كانت لمصالح الحماية المدنية تجربة قوية فيما يتعلق بمكافحة الحرائق وهذه السنة والحمد لله تدعمت الدولة الجزائرية بوحدات جديدة من أجل مكافحة حرائق الغابات إضافة إلى المصعصيل الزراعية فما هي الاستراتيجية لهذا الموصي؟ صحيح بالنسبة للحماية المدنية الاستراتيجية الخاصة بمكافحة حرائق الغابات هي عملية ميدانية وبالأحرى كذلك وقائية تحسيسية نعم وقائية تحسيسية لتحسيسها المواطنين شريح المجتمع سكان القرى سكان المداشر لجان القرى المواطنين الذين يستهوين الذهاب إلى قضاء أو أيام أو وقات في الغابة لحماية الغابة والذين يكونوا متسببين في اندلاع الحرائق الغابة أما الاستراتيجية العملية فهي مزيج بين الإمكانية المادية البرية والجوية صحيح أن الإمكانية المادية عرتين متنقلة 65 متنقل تعرفوا ريط المتنقل هو تشكيلة أو تركيبة من عدة شحينة إطفاء مختلف الأحجام أو وكذلك بالنسبة لعناصر الحماية المدنية بين 60 إلى 80 أو الحماية المدنية وعشرات شحينات لمختلفة الأحجام للإخماد ذا في لذلك في كل ولاية كان ريتل أو ريتلين في بعض ولاية الأرتال المتنقلة بالإضافة إلى الوحدة الوطنية تدريب التدخل التي تحوز على أربع أرتال متنقلة لأنها تتدخل كدعم لأي ولاية تفوقها لحجم الحرائق وهذه السنة الجديدة تم رفع من المفارز الجهوية الدائمة كانت سنة ماضية ثلاثة زدنا سنة سنة مفرزتين أو المكانين على مستوى أقصى الغرب وأقصى الشرط يتصل إلى خمسة تتدخل في الولايات المجاورة حتى لا ننقل الأرتال المتنقلة من ولاية إلى ولاية أو نضعف للقدرات الإمكانية لكل ولاية وكذلك كما ذكرت الإمكانية الجوية هذه السنة خاصة مع حماية المدنية استأجارة الترنشن طائرة الأرتراكتور 822 من شركة تأسيري لأن شركة تأسيري هي شركة خمسة وستعدر سبعة ضيف إلى ذلك أنه سلوطة تأتدنا مبالغ مالية وقمنا باستعجار هذه الطائرات من شركة تأسيري هي كما نقول إضافة كبيرة إضافة كبيرة حيث كان توزيع التحال أربعة لمستوى المطار التأسيري في مستعنم ومستوى بيجاية وكذلك المستوى ولاية عنابة ضيف إلى ذلك عندنا مروحية الحماية المدنية طائرات التعرف للحماية المدنية التي تدخل فيها طائرات في المهام الاستطلاع التعرف والقيادة هي الحماية المدنية تقوم بإعابلة القيادة وتنسيق العملية خاصة فيما يخص الإخماد الجوي وهذا دون نسيان الإمكانيات هائلة لزملأنا في الجيش الوطني الشعبي الطائرة الكبيرة الـ B200 وكذلك طائرات المروحية بجموعة هذه السنة يعني ما يفوق 25 طائرة بمختلف الألواع سواء طائرة ايرتراكتور أو مروحية عمودية أو B200 وهذا دون نسيان أنه كذلك زملأنا في محافظة الغابة نعم لدي عندهم ترسانة من الإمكانيات المدية خاصة في التدخل الأولي نعم ودون نسيان كذلك أن الحماية المدنية مخصصة أنه إمكانيات 555 وحدة على مستوى كل طراب الوطني لعندها في إقليمها تدخل نسيج غابي أو مساحة غابية كتدخل أولي أنه هذه الاستراتيجية هناك تدخل أولي تدخل أرتان المتنقلة تدخل إمكانيات الجوية أو تدخل المفارز الدعم حتى نحاصر للحرائق ونحد ونتحكم في الحرائق عند اندلاعها لأنه انتشار للحرائق لكن سيد برناوي ماذا عن الإجراءات الاستباقية لأنه أنا على دراية انتم بأنه هناك إجراءات استباقية لتفادي الحرائق قبل الحرائق صحيح إجراءات استباقية ووقائية مهمة جدا أنه نتكنوها الأخطار الكبرى في الجزائر حتى ولو كان خطر موسمي المدة الزمانية لهذا الخطر بدأت تتمدل لأنه نرى نشعدها أوخر شهر باي حتى في آخر شهر لنظومر وفي ديسمبر كنا نسجل الحرائق هذا العمل الاستباق يرتكز على الوقائية وتطبيق القوانين من عدد الحرائق التي تندلع في كل موسم سواء كانت بالمنسبة للمحاصيل الزراعية مهمة جدا تدخل في استراتيجية السلطات العليا للبلاد لأن تسعى إلى الرافة من منتوج الخاصة في ناحية المحاصيل أو من ناحية حماية النسيج الغابي أو الغطاء الغابي بعد التدابير خاصة من التهيئة النزع للحشائش اليابيسة والأحالة تصبح أحراش وتسعي في اندلع ودشها الحرائق وعد المقاطع للنار خنادق ومقاطعة للنار نقاط تزويد بالمياه الأبراج المرقبة عملية الحراسة الدولية إدخال بعد الوسائل التكنولوجية الحديثة في الحراسة والتعرف وما شابه ذلك مهم جدا أن تتوسع هذه العملية كما نضع الغلاف المالي وإمكانية مادية في الجانب العمليتي يجب أن يضعف في الجانب الوقاية لأنه في السنوات الماضية وحسب الإحصائيات الجزائر من أكثر بلدان تسجيلا لعادل الحرائق بالنسبة لدول البحر أبيض المتوسط لذا يجب أن نعمل على الحد والتقليل من هذه الحرائق لأنه كل حرائق يندلع له نصيبه من الخسائر سواء في الغطاء النباتي أو الخسائر المادية أو في بعض الحين تكون عندك خسائر البشرية لأنه تختلف الوقت والزمان خاصة أن في الظروف الجوية موجة حر ريح قوية أو خاصة أن كانت هناك عوام المساعدة لدلع الحرائق بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مثل هذه الظروف ممكن أن تكون عندك حرائق مهولة جدا كما كان في 2023 ثلاثة أيام في جوليا وكذلك في أواخر شهر أكتوب وشهر نوبامر شاهدنا سيناريوات رهيبة جدا خاصة في الحرائق التي تهدد السكنات ومتلكات المواطنين حرائق مهولة جدا يصعب لإمكانية العملية في بعض الحيان أن تتحكم مهما كانت الإمكانية العملية سيناريو سقهراس وسيناريو طرف الأدهان مهما كانت الإمكانية المجندة في 45 دقيقة أتت على الأخضر والليابس حتى كان عندنا قصائر البشرية ربي الحمام سيناريو تزوزه كذلك 2021 ليس ببعيد خاصة في شهر جوليا وشهر أوت وكذلك شهر سبتم أين تكون الغابة جافة الحشائش جافة الأشجات جافة أي شيء يساعد في الالتهاب إذا وتكون كذلك العملية الحراسة القوانين ترسل القوانين الموجودة القرارات المحلية الولائية بمنع دخول المواطنين أو السيارات في الغابة أو لمحيط الغابة بـ 500 ميدر أو إدرام النار إشعار النار القانون الجديد 23 و 21 اللي هو صارم خاصة في العقوبات صارم جدا من ناحية الغرامة المالية أو من ناحية السجن لأن المواطن أن يعرف وإذا ندرجها في الحمالة التحسيسية بحمالة التحسيسية أنه خاصة مع سكان القرى سكان المدشر الذين هم معنيين بحماية الغابة وحرص الغابة لكن على الجانب هذا الوقائي ليس خاص بقطع واحد فقط يعيش من عدة قطاعات عدة قطاعات لينتكرمنا زمن على في محافظة الغابات الأشغال العمومية واسم السكة الحديدية سونالقات كلهم في اختصاصه وإقليمه حتى يقوم بالتهيئة الضرورية لتفادي اندلال الحرائق أو حتى اندلال الحرائق في أماكن معينة يصعب انتشارها إلى أماكن أخرى طيب نقطة أخيرة سيد برناوي فيما يتعلق بحمالات التحسيسية لمرتدي الطريق أو مستعملية الطرق فاليوم إرهاب الطرقات عاد بقوة في هذه الأيام الأخيرة والأشهر الأخيرة فاليوم مع موسم الاستياف تكتر البهرجة إن صح التعبير على مستوى طرقاتنا فماذا أعدتم بخصوص هذا المولف؟ والله للأسف صحيح الكلمة في مكانها البهرجة والمبالات وحتى فيما يخص التحور إن صح التعبير الحملة التحسيسية لا تنقص الآن نحن في عمل تحسيسي مع قيادة الدرق الوطني غدا إن شاء الله ستكون عندنا انطلاقة بالتنسيق مع حملة المنذوبية الأمن في الطرقات من هذا الجويل إلى أواخر شهر أوت سيكون انطلاق إن شاء الله من مفتاح في السلسون سيرويس لخدمات فضاء خدمات طبعا يعني العمل التحسيسي موجود لكن نشوفه في جانب آخر هناك فئة ما زال تمارس نفس الممارسات يفرض في السلعة مناورات خطيرة تجاوزات خطيرة لا يعنيها قانون المغرور لا تحترم الأولويات لا تحترم المواطنين المستعملين الطريق بدأ الأرقام ترتفع نعم نتكررك الحصيلة التي قمناها أمس يعني نهاية الأسبوع عشرين وفات في يومين في مكان الحوادث عشرين وفات في يومين في مكان الحوادث والله عرق مرهيب كم توفه في المستشفى أنا أقول لك ربما دعف توفه في المستشفى من جراء إصابات البلغة من جراء إصابات البلغة يعني إلى متى؟ إلى متى أن نبقى الآن المستعمل الطريق لي يحترم قرن المرور راو يعاني حتى أنه في بعض الحياة أنه لا يستطيع السياقة أو ربما يتوقف عن السياقة أصلا لأنه ممكن أن يكون هو الضحية لحادث مرور سواء في إعاقة حركية طيلة حياته أو في تعداد الموتى أو تعداد الوفيات أنا دعيما عندي جملة نقولها هذه الأرقام هذه في مجال السلامة المرورية لا نكون يمتحتوا عليها على المواطنين الناس هدوما راني شادوا في تلفزيون راني شادوا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني العام اللقاص وصغير وكبير راهوا على دراية بموضوع الأمن المروري ويعرف الأسباب يعني إلى متى؟ صحيح نبقى في الاستعجال طابع الاستعجالي السياقة الاندفاعية السب الشتم حتى في بعض الحيان كما يقوله الناس بتقرى النقص أنك إنتهي لك تسوق أنك تستعمل منبه تقلق سوني الواحد بيش ينتهبه أو بيش يتحنى يتنحى جانبا أفهم صلى مشحنة صلى مشحنة صحيح كأنك قلت له يلا نروحوا في سباق صحيح لا هذا الأمر لأن المسؤولية في مرمى العنصر البشر أنه كل أرقام خاصة اللي هي متعلقة بالجانب الدهني والبسيكولوجي الذي هو وراء السلوكيات والتصرفات السبية لا سمح الله الله غلب ربنا نشوفه في الأرقام عشرين وفات في يومين نشوفه في أسبوع نتجاوزنا خمسين حالة وفات ونهيك عن السنوات الماضية وكم يسجل من وفات ادهابوا واسألوا كم هناك من وفات في المستشفيات للأسف شكراً جزيلاً لك سيادة الرائد ناسيم برناوي المدير الفرعي الإحسائيات والإعلام بالمديرية العامة لإحماية المدنية كنت ضيفيها اليوم في هذا الملف جزيلاً شكر شكراً لك شكراً